علم النفس الإيجابي يلجأ لاستعمال عبارات تأكيدية من أجل الإنسان يرفع معنوياته يعني يعلم يقول لك رددي بينك وبين نفسك أنا مبدعة أنا مبدعة أنا مبدعة أو يقول للواحد أنا ناجح أنا أستطيع أنا أقدر أنا أقدر هذا يسمونها يعني كلمات التأكيدية من أجل رفع المعنويات نحن عندنا الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أهدانا سبحان القرآن الكريم تزخر آياته ب آيات القرآن تزخر بالمعاني الإيجابية لو تأمناها كلها تدفعنا للتوكل للتفاؤل أيضا الله سبحانه وتعالى أهدانا التسبيح والحمد والاستغفار هذه لها تأثير إيجابي على النفس لما الإنسان يمارسها بسلوكيات اليومية يعني ترديد العبارات التأكيدية هذه التي في علم النفس أنا مبدع أنا مبدع هذا سلوك غير تلقائي سلوك مصطنع لكن عندما نحمد ونحن نتشعر الحمد نذكر الله عز وجل نستغفر العظيم سبحانه العلي هذه الممارسات تملأ النفس بالطمأنينة بالسلام بمعاني إلهية جميلة لمن يرددها وهو يتفكر في معانيها لما تستيقظ يا بنتي وتتوضأ وتصلي وتنحني هذه القامة الجميلة تنحني راكعة مرددة سبحان ربي العظيم الآن ترداد هذا الاسم العظيم بعض الناس سبحانه 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 يا شهد هذه صلاة هذه لكن لما واحد يرددها سبحانه ربي العظيم فيستشعر بالذل بين يدي العظيم وعندما تسجدي وتسلمي جبهتك للأرض فيكون الإنسان في أقصى درجات الذل يعني أقصى من ذلك ما فيه خلاص راسي في الأرض وتردد يا بنتي سبحانه ربي الأعلى لاحظوا اختيار سبحانه ربي الأعلى لأقصى درجات الذل حتى يستشعر الإنسان أنه يسجد لا لبشر مخلوق ولا لإنسان يستطيع أن يؤذيه أذى بسيط وإنما هو يذكر اسم الله الأعلى الأعلى بقوته الأعلى بكل شيء فينكسر الغرور وإذا نظرت يا أختي في المرآة وتقولي اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار إذا استشعرت هذا لن تتكبري بحسن جمالك على أحد ولن تسعي للاستعراض بجمالك في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ليس منك هو منحة من الله عز وجل وإذا رأيتي أحدا مبتلى تذكري أن تقولي الحمد لله الذي عافانا لن نتكبر عليه ولن نعيره وبالتأكيد ستتحول المشاعر نحو الرحمة كثيرا هذه الأذكار ديننا مليء بها تعيد لنا الضمير تعيد لنا الإحساس الصحيح الصحيح تتحكم في غرورنا فنغتنمها نحرص عليها حرص من يصارع الغرق على طوق النجاة يحرص المؤمن أن يتذكر عظمة الله دوما وفضل الله عليه دوما من الآن وصاعدا إذن اعتبروا هذه الأذكار جزءا أساسيا من حياتكم فكروا في أثرها على سلوككم ليس فقط استشعار الأجر بعض الناس يقولها بس من استشعر الأجر لا 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 استشعروها اسمحوا لها أن تغسل أنفسكم تغسل أنفسنا من كل كبر فلا يكون أمر العلو ولا تكون الكبرياء إلا لله وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه الكبير العلي